معنا من بغداد مستشار رئيس الحكومة العراقية دكتور حسين علاوي أهلا بك دكتور دكتور يعني قبل أيام الحكومة العراقية تحدثت عن تشكيل لجنة ثنائية لتحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي ليأتي بالأمس البنتاجون متحدثا عن عدم وجود خطط حالية للسحب القوات هل هناك فعلا يعني توجه نحو إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق؟ صباح الخير عليكم صباح الخير على المشاهدين الكرام نعم هناك توجه وتبني لدى الحكومة العراقية بإنهاء وجود التحالف الدولي كون المبرر الأساسي لوجود التحالف الدولي قد انتهى وهو التنظيم الإرهابي داعش بموجته الكبرى التي أسقط الموصل وبدأت هناك حرب طويلة على مدى ثلاثة سنوات انتصرت بها القوات المسلحة العراقية ولذلك الآن تراجع الحكومة العراقية من خلال اللجنة المشتركة وجود الدول الصديقة داخل هذا التحالف للمضي حقيقة بإنهاء هذا الوجود من جهة وكذلك العودة إلى علاقات طبيعية على أساس ثنائي مع هذه الدول المنظوية تحت التحالف الدولي وهذا ما ستعمل به طبعا اللجنة وستقرره من قرارات سياسية تقدم إلى السيد رئيس وزراء ومجلس الأمن الوطني ومجلس الوزراء من أجل إقرارها وطبعا سيكون هناك كما تحدث السيد رئيس وزراء موعد يحدده السيد رئيس وزراء لبدء هذا الحوار عبر اللجنة الثنائية نعم لكن دكتور من الطبيعي أن تصطدم هذه الرغبة من قبل الحكومة العراقية ببعض العراقيين أو بعض التحديات لإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق فما هي أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة؟ يعني ليس هناك تحديات وإنما القرار السيادي وسيادة البلاد وحماية الأمن القوم العراقي وصيانة المصلحة الوطنية العراقية العليا هي المحددات الأساسية لسيد رئيس وزراء السيد محمد شيع السوداني في إدارة هذا القرار وفي إدارة كذلك بالمقابل علاقاتنا الثنائية مع كل دول التحالف الدولي والتي نتمتع بعلاقات ممتازة وجيدة معها ولكن بالمقابل إلى أنه المسار الأساسي أن قواتنا المسلحة هي قوات مقتدرة وهذا ما لاحظنا في الاستعراض المهيب الذي أقيمه في ذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي العظيم حقيقة بعطائه وقدراته وإمكانياته وكذلك قواتنا الأمنية التي نحتفل اليوم بعيد الشرطة العراقية المئة واثنيا والتي لديها تاريخ كبير كذلك في هذا المسار وبالتالي قواتنا الأمنية وقدراتنا التسليحية وكذلك بالمقابل إمكاناتنا الفنية والاستخبارية واللوجستية تعمل وسنبقى نتعامل مع كل الدول الصديقة على أساس العلاقات الثنائية وهذا معناه أن العودة إلى العلاقات الطبيعية مع دول العالم التي انضوت تحت التحالف الدولي ما قبل مرحلة سقوط الموصل وهي لحظة كانت صعبة جدا أمام القوات المسلحة استدعت تشكيل التحالف الدولي وهذا التحالف الذي الآن انتهى هذا الخطر الذي كان يهدد الأمن القوم العراقي وبدأت هناك تحديات أمنية داخلية تعمل الآن الحكومة العراقية على مواجته في مقدمتها مكافحة المخدرات ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وغيرها من التحديات الأخرى وهذه التحديات تمر على جميع الدول وبالتالي القوات الأمنية قادرة على فرض القانون وقادرة كذلك على دارة السيادة الوطنية برا وبحرا وجوا نعم لكن دكتور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سبق أن أقر بتوتر علاقات العراق مع الولايات المتحدة وقائلا بأن الدولة العراقية تحتاج إلى علاقات بصيغة أخرى مع الجانب الأمريكي فما هي هذه الصيغة الأخرى برأيك الأمثل للجانب العراقي يعني أكيد الحكومة العراقية قد فعلت حقيقة منذ مجيء لصاد محمد الشاعر السوداني مسارات متعددة لزوايا العلاقات التي كانت مجمدة وهي زوايا الاقتصادية والزوايا المالية والزوايا الفنية والزوايا التربوية والتعليمية والصحية ومواجهة التغيير المناخي وكذلك بالمقابل الطلبة المبتعثين للجامعات الأمريكية وهذه زوايا حقيقة قد توقفت بسبب الحرب على تنظيم الإرهاب داعش وتحرير المدن والمحافظات المحررة والآن نعود إلى علاقات طبيعية فعالة وعلى مدى كذلك بالمقابل عام كامل قبل أزمة غزة حقيقة لم يحدث أي تهديد أمني للمصالح والقواعد العسكرية العراقية تحتضي المبتعات من المستشارين وكذلك بالمقابل من التحالف الدولي وهذا ما لاحظنا أنه نجاز كان للحكومة العراقية في هذا المسار وتعمل الآن الحكومة العراقية على هدارة علاقات طبيعية مع جميع دول التحالف الدولي وكذلك جميع الدول الصديقة المحيطة بنا من الدول الخليجية والعربية والإسلامية وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وامريكا اللاتينية وآسيا وهذا بالتالي ما يجعل الدبلوماسية المنتجة التي تبنتها الحكومة العراقية تعمل على قدم وساق لحماية المصالح الوطنية وتعزيزها وتعظيمها وكذلك عودة الدور العراقي قليميا ودوليا وهذا هو واحد من الاستراتيجيات التي اتباحها لصدر محمد الشيع السوداني في إدارة الدولة وفي إدارة كذلك صورة العراق الجديد الذي يديره من خلال الاقتصاد والتنمية والازدهار الاقتصادي نعم لكن دكتور يعني عذر الجانب الأمريكي أو التحالف الدولي بأن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك وهذا التصعيد القائم من قبل فصائل مسلحة على قوات التحالف يعني أليس من الأفضل أن تستفيد العراق من حضور التحالف الدولي على المستوى الأمني في ظل وجود فلول لتنظيم داعش وإيقاف هذه الفصائل المسلحة عن استهداف المصالح الأمريكية أو مصالح قوات التحالف يعني التوفيض الأساسي لوجود التحالف الدولي قد يرتبط بمحاربة التنظيم الإرهاب داعش وتنظيم الإرهاب داعش أصبح تنظيم منتهي من حيث التأثير وكذلك بالمقابل التأثير كذلك على الأمن والاستقرار من جهة وكذلك على قواتنا المسلحة العراقية التي تتصاعد قدراتها وإمكانياتها العالية جدا وهذا ما لحظنا وعيد مرة أخرى في الاستعراض العسكري المهيب حقيقة لقواتنا المسلحة العراقية لأول مرة نشهد هكذا انضباط عالي مقارنة بالاستعراضات السابقة التي أقيمت حقيقة وإمكانيات عالية جدا كذلك لقواتنا المسلحة من حيث صنوف الأسلحة الجوية والبرية وكذلك البحرية وغيرها حقيقة من التشكيلات العسكرية الأخرى داخل قواتنا المسلحة وهذا بالتالي دلالة على قدرات وإمكانيات العراق وكذلك حديث السيد رئيس وزراء أن الجهة المسؤولة على فرض القانون هي الحكومة العراقية فقط ولا غير ولا يمكن لأي طرف داخلي أو خارجي حقيقة أن يفرض القانون في هذا المسار وهذا بالتالي ما يجعل الحكومة العراقية حكومة قادرة على إدارة قرارها السيادي وقادرة كذلك على عملية فرض القانون شكرا جزيلا لضيف من بغداد مستشار رئيس الحكومة العراقية الدكتور حسين علاوي